بسم الله الرحمن الرحيم ازايك اولاد اخباركو ايه? اه وحشتوني جدا. اه وحبيت ان انا اعمل فيديو كده ولاد اه في الاول حاجة في الفيديو ان انا عايز ارحب بيك في سمسطر عشرة. اه اه وقال لكم ان انا افتقدتوه جدا والله السمسطر اللي فات وانت اكدوه افتقدتوني وافتقدتو البطن يعني. واخد بالك اكيد عرفت ان الحياة من غير البطنة مش مش حلو. والتاني حاجة عشان اتكلمك على المواد اللي هندرسها ان شاء الله مع بعض في سمسطر عشرة. تاني حاجة ايه اللي احنا ناخده في البطنة في السمسطر ده? وتالت حاجة ايه النظام اللي انا امشي عليها دكتور في السمسطر ده عشان اجيب اعلى اعلى اسكور واخلي اختمها في مع كلها كده اختم مسكي احنا ان شاء الله. اه في الاول اه هتدرس طبعا السمسطر ده بطنة وجراحة. واللي اتنين بخمسونية الدرجة. اللي اتنين بخمسونة درجة طبعا عدد درجات كبير. تمام? فهنا قبل ما قولك هندرس ايه? عايز اقتراكز معا في الحيطة دي. عشان دايما في نوعين من الطلبة بيبقوا في السنة الاخنية في كل الطب. او في السمسطر اخير في كل الطب. او زمان كان حتى في سنة ستة. ايه نوعين الطلبة دولي دايما بتنقصفوا كده القسمين في سنة ستة. قسم الاولاني اللي هو الناس اللي تعبد بقى. يعني تلاقي نفسك داخل كده ده اخر بقى السمسطر في الكلية وتلاقي نفسك زهقان وكسلان وما انتش قدر تقدر حاجة تاني. انت عندك حق? انت عندك حق? انا مش بقولك يعني اه باجي عليك. لا انا انت عندك حق. بس في نقطة بقى. انا بقول لك خمسمية درجة. فانت لو دخلت التر مكسلان ما انتش قدر تزاكر. اه مكسل بتأجل كل حاجة البعد كده تأجل كل حاجة البعد كده. بالتالي هتتضغط. تمام? لو اتضغط هتضطر انك تزاكر بس مش بتزاكر احسن حاجة. فبالتالي بتلاقي نفسك بتوقع درجات. حلو الكلام. طب لو وقعت درجات من الخمسمية الكتر دول هي اثر عليك في التركم. تمام? طب في جزء تاني. لا بيبقى داخل من الاول يوم مركز. وده انا عايزك منه بقى. لو تدخش من اول يوم مركز بحيس تجيب اعلى سكور ويبقى ختمها مع كلها كويس. ويبقى التركم بتاعك كويس. تمام كده? وحد بسمعها الوقت يقول له دكتور معليش تركم ايه? يعني لو الكلام ده اللي بسمعه مسلا مية الاوائل عالدو فاحقولك اه طب ما حلو. مية الاوائل عالدو فا يركز او في الكلام ده. اقوله اه كويس. اولي طب عالد او في الحوار ده بحيس ان انا على التركم بتاع. واحد تاني ولا دكتور لأ طب انا العارف ان انا كده كده مش مية الاوائل ولا حاجة ولا ليه تعيين ولا وظيفة ولا كلام من ده. فانا مش شغل بالي او بالكلام. تقول لك لا. برضو ركز وشد حيلك. تمام? لان برضو التراكمي هيفرق معك بعد كده. فانك تختار نيابة اللي انت عايزة. انك تحضر زمالة او ماجستير. اه لان دايما طبعا ما بميت واحد مساسي تقدموا الاسم معين. الاسم البطنة مسلا عشان ياخدوا ماجستير. طبعا بيبقى المفضل على حسب ايه? التراكمي احسن من التراكم بتاعي او عشان افضل محافز على الترتيب بتاعي او عشان اعلم من الترتيب بتاعي. تمام كده? ركز ركز قوي في السمسطر ده. يا ما السمسطر الاخير ده او السنة الاخرانية. يا ما علت ناس ويا ما نزلت ناس. خد بالك من الحتة دي. تمام? الموضوع عمل زي السبق. احنا في اخر امطار من السبق خلاص. تمام? ما تكسلش بقى. ما تكسلش بقى. عايزين كلنا نوصل لخط النهاية ان شاء الله واحنا كويسين. بازن الله. ده والنقطة. النقطة التانية. احنا هندرس ايه? اه زي ما قولنا هندرس بطنة والجراحة. طب هندرس ايه يا دكتور? في البطنة الجراحة ان شاء الله دكتور كامل يكلمت عنها بازن الله. ايه اللي بقى اللي هندرسه احنا مع بعض في اه البطنة. تمام? بصوا اللي انا عايزك تقسم البطنة وانت دخل كده السمسطر ده لاربع حاجات. تمام? اربع حاجات. اللي هم ايه. اتني حاجة الكريتكل الهيمتولجي واكنكولوجي مع الماتولجي. ودون اربع حاجات اللي هندرسهم راسيين. او الحاجة مين تاني? ها? الاميرجينسي الكريتكل الاميرجينسي مع الروماتولجي. تمام كده? اول جزء اللي هو الاميريجنسي ميديسين يا دكتور. إحنا ندرس ايه في الاميرجنسي ميديسين? هتدرس البطنة تاني? نعم. ها هتدرس البطنة تاني. بس هنركز في دراسة البطنة على مين? على تمام? طبعا هتلاقي فيه كلام كتير متقرر من البطنة. من الكلام اللي هاخدها قصلا في البطنة من الاول سنة تالتة. واخد بالك فيه كلام كتير جدا متقرر. ماشي? يعني اديك مثلا مثلا النيورولوجيا. بتاع النيورولوجيا هندرس في ايه يا دكتور هندرس مثلا فيه حاجة اسمها هتقوم انت اقول لي ايه? لا طب ما احنا اخدت قبل كده وكان فيه جزء من اسمه قولك تمام هو ده اللي هتدرسه. بس احنا مجينا اخدنا اه زمان في ايه يا دوبة كلمتين عليه. كلمتين عليه. طبعا هندرسه المرة دي بايه? بتوسع شوية وفيه شوية كلام وزيادة شوية هندرسه بازن الله هنقوله. تمام? ادى واحد. نوط رقم اتنين. مسلا اديك مساء تاني اه في الكارديولوجيا واخبالك اكيوت كونري سندروم. هايبرتنزف اميرجنسي. هتقول لك طبعا الكلام ده برضو احنا سمعناه قبل كده. تمام? هناخد برضو في شوية يعني هو نفس الكلام القديم هنعيده هنضيف عليه شوية زيادات. خدت بالك ده طعم في كل البرانشات تاعت البقية. الاميرجنسي مريسن ده في حاجات كتير جدا جدا او بنسبة تسعين في المية من الاميرجنسي مريسن انت واخده قبل كده. بس هو نفس الكلام هناخده بس هنضيف عليه زيادات. واخد بالك ده اول جزء اللي هو الاميرجنسي مريسن تاني نقطة. او تاني جزء اللي هو الكريتكل. لا لا. كل الكريتكل بقى اجزاء جديدة عليك. تمام? والكريتكل كلام حلو قوي. افضيتد قوي. واخد بالك ادفانسد قوي. ادفانسد قوي. على فكرة اول ناس تدرس كريتكل كانت دفعة سمعة وخمسين. انتو بتاني دفعة تمانية وخمسين. تمام كده? ان شاء الله نشرح كويس جدا ونزبطه لك بازن الله بس انت الكريتكل هتتعفيه شوية بس ان شاء الله يبقى كويس بازن الله بالنسبة لك. بعد كده فيه عندنا الهيماتولوجي والانكولوجي. تمام? والروماتولوجي. طبعا الهيماتولوجي والانكولوجي والروماتولوجي برانشين احنا متعاودين نشرحهم من زمان او في البطنة كانوا اجزاء من البطنة ايما كانت بتاخذ في سنة واحدة. تمام? فيهم طبعا كلام كتير وتغير السنين اللي فاتت. واخد بالك. آآ ان شاء الله برضو يتشرح كويس بازن الله. وآآ ازبط لك الدنيا فيه بازن الله يعني بس هما ان شاء الله الهيماتولوجي والروماتولوجي من البلانشات. آآ ابديتت. اللي فاتت بس من الحاجات السهلة. يعني انت مش تتعب ان شاء الله فهم ذاكرة والروماتولوجي والهيماتولوجي. تعامل كده? آآ بص اولاد عشان تركز او في في الترمي ده ازا مقتلك بجيب اعلى سكور اجيب اعلى سكور في ازاي? شوف انا عايزك تقسم السمستر العشرة ده لمرحلتين. ما قبل امتحان المد وما بعد امتحان المد. ما قبل امتحان المد ترم. واخد بالك او الامتحال في النص يعني اللي هو المد وما بعد امتحان المد. دايما اكتر جزء في السمستر العشرة ده مضغوط اللي هو ما قبل امتحان المد. ده جزء مضغوط. خدت بالك اللي هو من اول بكرة من اول بداية الترمي عندك لحد امتحان المد. ده جزء مضغوط. في جزء بعد كده مش مضغوط خالص. تمام كده? فالضغطة كلها في اول جزء صدقني. الضغطة كلها في اول جزء. تمام? تاني جزء لا بسيط. شوف انا بقول لك اول. يعني انت لو ركست في اول تقريبا شهرين. انا نشوف لسه النظام ما يعمله في ايه? والنظام هل هو زي السنة اللي فاتت ولا فيه تغيير? بس هو لو زي السنة اللي فاتت يبقى تركيزك في اول تقريبا تامل عشر اسابيع. تمام? هيخليك تحل في امتحان الميت كويس. بعد كده هتبقى براحتك خاصة لامتحان الفاينل تقريبا في شهر احداشر فانت قدمك مدة زمنية اه طويلة يعني ان شاء الله. خلت بالك. طب هتدرس ايه قبل الميت? لو النظام زي السنة اللي فاتت يبقى هيبقى تركيزك على الكريتيكال والاميرجنسي. لو النظام زي السنة اللي فاتت كريتيكال هنشوف لسه. هندرس. احنا كده كان عماتا هنركز ايه التاني اللي هنزلوه هنشرحه. بس اقول لك دايما تركيزنا فين? في الاميرجنسي. والكريتيكال قبل ابتحان الميت. زي لو زي السنة اللي فاتت. دول هنا نزلوا كريتيكال. ولزلوا معظم الاميرجنسي قبل ابتحان الميت. تمام? اتضغطنا شوية. امتحنوا امتحانا الميت. الحمد لله كانه المعظم حال كويس الحمد لله في سنة اللي فاتت. واخد بالك. بعد امتحان الميتだ pattلاقي بقى عندك الهيماتولوجي والانكولوجي والروماتولوجي. ومدة زمنية طويلة بيبقى سهل على ان احنا راجع اللي اللي دي. بالنسبة اولاد للاميرجنسي. في نقطة مهمة جدا عايز اقولها لك برضو في الاميرجنسي دي عشان اثرت جدا على التوى سمعة وخمسين. بالنسبة اولاد للاميرجنسي. تمام? انا زي ما اقول لك هو كلام متعد انت واخده قبل كده. احنا بنعيده تاني. ومع الاضافات بتاعت الكلية. بس في نقطة. مسلا بيتزل لك في المحاضرة مسلا في النيورو زي ما قلت لك من شوية بس كلمة فاحنا بناخد فيه نوعين من الشرح يعني فيه قاس تقول لك ايه انا هشرح لك بس. خلاص? ما تتكلمش خلاص عن فيه جزء انت لو فاكر لو انت فاكر الشرح بتاع الابليبسي وده اه ما اعتقدش يعني ما اعتقدش انك تبقى فاكر شرح الابليبسي خالص. بس انت لو انت فاكر اه هتزاكر بس في نقطة. هل يا دكتور في الامتحان هم ملتزمين بسألك لأ. ممكن يعني ممكن تدرس او ممكن يجي لك سؤال في الامتحان من الابليبسي. هو دي مفاجرة. وده اللي حصل في سبعة وخمسين. والدكتور هتقول لكم بكلامتها. تقول لكم ايه? انت ممكن جدا يجي لك سؤال للموضوع. يعني يجيب لك مسلا ايه? سؤال عن دوة من الابليبسي. واخبالك. او يجيب لك سؤال عن الابليبسي. لان ده مكامل اللي انت خدته قبل كده. وانت المفروض اللي خدته قبل كده مش ان انا خدته عشان انساء. لا ده المفروض ان هو مكمل معك. تمام كده? طب انا اعمل ايه يا دكتور هلا روح اجيب كتاب النيورولجي بقى. واذاكر النيورولجي كله تاني عشان ازاكر الاميرجيس بتوع اكيد لا? طبعا. لو عملنا كده مش هنخلص. تمام كده? امال ايه بقى? شوف انا اللي هعملو لك في الكورس ايه? فان شاء الله الولاد اللي احنا هنعمله مع بعض بازن الله ايه كالاتي يعني عمله لك ان شاء الله واحنا مع بعض في الكورس الاتي. ان انا اه مسلا قبل هتلاقي ان يضيف لك كم ورقة كده في الشرح يعني ان شاء الله اتكلمك في عن يعني اول كل فيديو ربع ساعة بس كده اتكلمك في عن مثلا والوعي الابليبسي وهكزا وكده اقوم داخلك في تمام? برضو بنيجي نتكلم مسلا عن حاجة زي هتلاقي نديك مقدمة كده عن وانواع بعد كده اقوم داخل على الايه مسلا تمام كده? يبقى لازم وانا بذاكر قبلك بالمعلومة دي مهمة جدا جدا جدا. لازم قبل مذاكر تمام? ابقى عارف واقرأ كلمتين عن الايه? الموضوع بتاعها لانا خدته قبل كده في البطة. عشان لو جاب لك اسئلة منه لانه ممكن يجي اسئلة منه خد بالك. تمام? وتاني حاجة عشان ابقى قادر ان انا افهم بتاعه. مسلا ماجه اتكلم على اديك ايه? كم كنا عارفينها. واخد بالك صح? خلناها قبل كده. في سنة تالتة بس لازم برضو اكيد لو انت ناس انا لازم الاول افكرك بالضايبيتس دا كان عبارة عن ايه كلمتين يعني عشر داق بس كده 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 افقرك يعني ايه ضايبيتس بحكرة قم داخل في الديك ايه? تمام? فمهم جدا وانا بذاكر تمام? اراجع الكلام المهم عليه في البطة. تمام? ده اللي انا اعمله لك ان شاء الله. وده سهله هسهله عليك وهتلاقي دايما ايه? وانت بتذاكر كده? هتلاقي ضايف لك ورقتين انا الورقتين دول طبعا مش هتروح تجيب كتاب الاندوكران تذاكر كله. زي ما قلت لك لأ. انا هتقلني مسلا جاب لك الورقتين المهمين اللي انا عايزك تذاكره مع ديك ايه? الورقتين المهمين اللي عايزك تذاكره مع الاكود كونيري سندروم. الورقتين المهمين عايزك تذاكره مسلا على كل طول ما احنا بشيبها في اي برانش في البطنة بتاعك لاني بضيف لك انا الكلام ده وانت تقوم انت بذاكر خلاص? الورق هينزل منظم جدا خد بالك ان شاء الله بازن الله الورق يبقى منظم جدا لان خد بالك المحاضرات بتنزل مكتوبة وحش قوي يعني مش حلوة بصراحة. يعني في محاضرات اه بتبقى انت لو زاكرت المحاضرة كده سعداني مش تفهم ولا كلمة. فان شاء الله اه بازن الله ننظمها كويس قوي تمام? اه ومعايا ناس محترم قوي من الدفع عندكم وان شاء الله تساعدني فيه وان شاء الله نزبطه بحيس ينزل اه ورق لا يبقى ان شاء الله محترم ويبقى صور بازن الله كويس يعتمد عليه يعني ان شاء الله. برضو نفس الكلام هننزم الورق بتاع الكريتكال ان كان برضو كانت فيه محاضرات تبقى وحش قوي هننزمها ان شاء الله بحيس برضو ينزل كلام كويس ويبقى سهل ليك في المذاكرة. هننزل لكم ان شاء الله ورق امسكيون حلو مع بعض. هيبقى فيه اه تسجيلات ان شاء الله او فيديوهات سريعة للشرح ان شاء الله وبازن الله يا رب تبقى اه الدنيا كويسة. تمام? طريقة الشرح الترمدة مختلفة يعني انا شرح لك كله ان شاء الله من على المكتب ده. كله هيتشرح من على المكتب ده. من الستوديو. تمام? اه هبقى نزل لكم كده فيديوهات انتم ملحقتهاش قبل كده معي في تالتة ورابعة. هبقى نزل لكم كده فيديوهات بطريقة الشرح ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا بازن الله ويبقى شرح على الاعلى مستوى. تمام? شدوا حيلكو. ما تكسلوش. وربنا يوفاكم ان شاء الله.